شايف التحفة اللي قدامك دي دي مش بره مصر لأ دي جوا مصر تعال معايا نشوف شركة هوجن من الزلة ايه هوجن 2003A جنوط خرافة من الالومنيوم تيوبلس امامي وخلفي مطور 200C انجين جارد زائد اكسدوم كتل كهرباء فخمة جدا 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 عداد منول ومبس ري جهة الصوت قدامك بشكل انسيابي وجميل التانك وشكل انسيابي بغاطة التانك الخلفية بتاع الموتسك لحكاية لوحدها الفانوس مع الاشارات مع الشبكة الخلفية روعة الجنط الخلفي مع الشوكمان مع الدواسة بتاع الفرمالك الجديدة والاصدار الجديد بجد شركة هوجن بتبدع انا عايزك تبص على كل تفصيلة في الموتسكل قبل ما نبدأ في سرد المواصفات زي ما تعودنا المطور بتاعه 200C سلندر واحد باستم واحد اتنين سباب المطور خمسة غيار منافلة ومرش واحد لتر زيت موجود في جهاز الاجي ار او التيربو كاربيراتير فتحة شوكمان واحدة تبريد هوا المطور على سياخ مش على كاتينة ولكن اكيد هيبقى صوت ناعم زي ما تعودنا من الهوجن سري طول عمره بيجي لورنة معينة كده ده سريعا كده تفاصيل المحرك فيبقى هناخد بعد كده قوة وسرعة واداء على الطريق افضل من زمان HZ زي ما حضراتك شايف بتاع الهوجن سري مثبت فيه اكسدام امام نيكل وانجن جارد حماية لوشاش المحرك وباطن المحرك من تحت تفاصيل جميلة جدا وامكانيات كويسة جدا وشكل وسطيل عالي قوي 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 من شركة هوجن في المحرك والشي سي 2024 في هوجن 200 سري اي لو خدت بالك الانجن جارد جاي من تحت والجناب محاوط على المطور من كل مكان الناس اللي بتشتكي من الكسر ده وسط خلفية منفصلة عن الشبكة عشان تكمل الستايل والزوء العالي بتاع الراجل المصري شلتها كويسة قالت جار قوية عشان تمنع حدوث الكركرة مع المحرك الميتين سي سي ده وسط غيرات نيكل وراء وقدام مش قدام بس ده كده باختصار كل ما تحتاجه عن تفاصيل للوحش الجديد من شركة هوجن متين سري ايه اتنين مساعد امامي اتنين مساعد خلفي انارات لد طبعا الكماليات اللي كنا بنحدسها كلها احنا بعد كده هم عملوها زي طاقم الصوت الفانوس اللد الامامي الفانوس اللد الاضافي اللي تحت الفانوس فاعملو لك الاشارات اللد غيرو طاقم الاشارة اللي كان بيجي مع الفلاشرات تمام ادي لك تانك اربعة عشر لتر بنزين اتنين لتر احتياطي في حنفيت بنزين موجودة ده لك رفرف امامي استانلس باتنين اكسدام امامي وخلفي شكله جميل جدا وقوة كويسة طبعا لو خدت بالك الفرامي الامامي باكم خلفي عادة ده شكل الفانوس من الامام يعني انت هتاخد المتسكل الكامل بدون اي تعديل ده الامبس ري او طاقم الصوت لا هتنكل ولا هتشتغل حتى غطى الجنزير نازل حكاية كل تفصيلة في المتسكل دواست الفرمالة الدواست الامامية الخلفية كل حاجة بتتكلم عن نفسها طبعا وزن المتسكل هيبقى اتقل فأثبت على الطريق الرافرف الخلف استانلس نيكل الفانوس الخلفي الليد الشبكة الكرسي طبعا ارتفاع المقعد كل ده عارفينه من الفيديوهات اللي فاتت اللي هجن سريه ولكن هنا الوزن هيزيد السرعة هتزيد الكفاءة هتزيد الاسطايل العالي زي ما انت شايف بيتكلم عن نفسه طبعا لغاية دلوقتي محدش يعرف معاد نزول التحفة دي امتا ولا السعر الرسمي لها ايه عشان الناس اللي بتسأل على السعر وهل هي موجودة لا لا ده لسه دي يعني عينة عشان الناس اللي بتقول لا ده مصر ده موجودة في مصر حاليا وطبعا العينات دايما بعدها فترات الهيلة جدا بينزل الشغل مع نزول الشغل الجديد ان شاء الله وقالنا فيديو كامل وتجربة على الطريق ونشوف فعلا هل المواصفات اللي موجودة في الكاتالوج والمواصفات الفنية بتاعتها دي حيائية ولا هو كلام على ورق بس تابعونا عشان نعرف بإذن الله معاد نزوله والسعر للمستهلك قدي ايه وكل التفاصيل الباقي عنه ان شاء الله واي سؤال او استفسار محتاج تعرفه عن الموتسيكل ده هتسبوه لنا في الكومنت تحت في تعليق وان شاء الله هنجاوبك عليه بإذن الله في الفيديو القادم بتاع الموتسيكل وتجربته على الطريق وان شاء الله نطلع به ونشوف امكانياته ضمتم في امان الله والسلام عليكم